دكتورة غادة جبارة أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك ويعني بالتالي هنبتدي من أكاديمية الفنون والتحاقق بأكاديمية الفنون واختيارك للقسم والله طبعاً الكلام ده كان يعني اختياري أن أنا روح الأكاديمية أو المعهد السنمة يعني الحقيقة كان من ونف إعدادي وكانت صدفة غريبة وأنا بحب السنمة ومشاهدة جيدة للسنمة لأن أبوي الله رحمه كان مشاهدة جيدة للسنمة وكنا موظبين على أن إحنا كلما بتتغير حفلة السنمة في وسط البلد إحنا مسكانوا وسط البلد فكنت دايماً نروح للحفلة الجديدة أي فيلم وكنا موظبين على سينما مترو الصبح يوم الجمعة 10 كان بتعمل أفلام كرتون فكننا دايماً أنا وبابا نروح وفاكرة أن أنا أول جائزة أخذتها في حياتي كتا عالبة بس كنت أخذتها عمل وأرعى كده على التذاكر وأخذتها وفاكرة كويس ده يعني فكنت بحب السينما يعني بس عمري ما كنت أتخيل أن أشتغل فيها الحد ما جات لنا زيارة من صديقة الوالدتي كانت مدرسة زيها أمي كانت مدرسة وهي كانت مدرسة فجت لي صديقة وقعدت معيها وبعدين أعرفت كان ابنها جاي معيها ابنها كان كبير عني وقالت لي أن هو خريج معد السينما قسم تصوير وقالت لي إيه دا بعد السينما؟ هو معد السينما دقيق وقعد يكلمني عنه فالفكرة فضلت في دماغي يعني فترة وكده حدا بدأت بقى خش في سنة وبدأت أسأله أكتر وبدأت يجيب لي كتب وبدأت يجيب لي حاجات بدأت أدور وراء الموضوع حدا ما قررت وقلت لأبوي الله يرحمه أن أنا عايز أخش معد السنة مع أبوي فقال لي طبعا أنا موافق جدا وهو شخصيا كان عايز يمثل كمان وهو صغير وراح لأنور وجدي في عمارك الإيموبيليا وقال له أن أنا عايز أمثل وقال له أنت واسيم وأبوي كان واسيم جدا وفعلا بس والده بقى عرضه في الموضوع ده إنما أنا شجعني جدا والدي وقال لي يلا وأنا معاكي وفي ظهرك وانت متعنفعش تشتغلي في أي حاجة تقليدية فالسينما يروحي وكنت عخش القسمة لخبك يعني الحقيقة يعني حيث بتشير الشيء مهم جدا جدا إنه من بداية اطلاع الأطفال على فن السينما ممكن إنهم يوجههم في النهاية إلى دراسة هذا الفن وكان عندنا زمان في مصر الحقيقة وفي اسكندرية على سبيل التحديد كان في حفلات صباحية للأطفال كل يوم حد وكل يوم جمعة ما عرفش تفتكري الموضوع ده ولا لا أنا ما عرفش اسكندرية أنا أنا ما عرف القاهرة أنا الحية عصرت اسكندرية وكنت بروح دايما سينيا مترو اللي هو بيبقى فيها أفلام صغيرة للأطفال ميكي ماوس كلها يعني أنا كمان كان صديق والدي الله يرحمهم لاتنين بقى كان عنده سينما صيفي في باب اللوق فكنت دايما أروح السينما صيفي دي كان بيعمل وقتلعة حفلات بس كانت دايما بتشتغل لما الدنيا بتلايل عشان هيسري فيه فكانت مفتوحة فكنت تفرج معنا كمية أفلام فده برضو من ضمن الحاجات وكننا دايما الحقيقة ما كانش بيوديني سينما بالليل يعني بابا كان دايما بيوديني الحفلات الصبح حفل ساعة عشر صبح وحفل ساعة واحدة الضهري إما دي إما دي يعني معنى كده إنه الإنسان الحقيقة من بدايته في أي مكان وفي أي دولة وفي أي وسط يعني مفترض أن يطلع على الفنون من البداية ربما توديهه إلى دراسة الفنون والإبداع فيها بعد كده وطبع المدرسة ليها دور والبيت كمال له دور الحقيقة يعني أنا طلعت لقيت والدي بيسمع حاجات معينة بتفرج على أفلام بيعرفني أسماء الممثلين يعود يقولي تاريخهم يعود يقولي الفيلم ده بصي الممثل ده عمل إيه بصي الموسيقى دخلت إيه لأنه فاهم يسمعني أغاني يسمعني مكلسوم وعبد الحليم وأنا طلعت عملت كده مع ولادي المدرسة كمان كان لها دور إحنا ما كانش في حاجة اسمها إن إحنا عندنا حسة موسيقى فإن إحنا نروح نسيب حسة الموسيقى ونروح حتها تانية فيش حاجة اسمها كده حسة الموسيقى كانت في المسرح المدرسي كان عندنا مدرسة قاعد على البيانو وإحنا كل واحد عنده آلة ونغني ونسمع موسيقى ما كانش في حاجة اسمها إن أنا الحسة أسيبها وروح حاجة تانية يعني لن مش